مرحبا بمشتركي سافورانات في الفيديو هدايا بش نعطيكم ملخص صغير على درس توزيع التيار الكهربائي في دارة بالتسلسل بفهم الدارة الكهربائية شوفناه في سنة 7 اساسي بفهم التايار الكهربائي شوفناه في سنة 7 اساسي خدمنا عليه مجموعة كبيرة من التمارينات نجمو ترجعو لها إذا كنتم تتصلوا بإدارة المنصة وترجعو للفيديوهات سنة 7 اساسي ما عندها كل شي موجود في الفيديو هدايا أنا بش نحاول لهنا نعطيكم كتطبيقات تطبيق بانتها بش نفهموا بيه حاجتين مهمين في التيار الكهربائي في الدارة الكهربائية عنا زوز قوانين مهمة برشا اللي هو قانون الحلقات وقانون العقد زوز قوانين مهمين ياسر في الفيزيك أنا مانيش بش نتعدى عليهم مورور الكرام بش نحاول انفسرهم بكيف ما يلزم معانتها في الفيديو هدايا وبتبيعة مع التطبيقات اللي موجودة مرافقة للدرس متاع به 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 إذا اللي هنا بش نفهموا أول حاجة قانون الحلقات شو معانتها قانون الحلقات وقتش نطبقوه وش نوا الداعي من تطبيقه القانون هذه إذا أنا وقتش نحكي على حلقة أنا عندي دارة كهربائية بالتسلسل بش نعطيكم مثال لدارة كهربائية دارة هذي فها المولد المتاعي اللي هو بطارية بالفرنسية نسميه الجينيراتور فها لهنا مقاومة بالفرنسية نسميه غيتيستور فها لهنا مصباح بالفرنسية نسميه المحرك بالفرنسية نسميه موتور عندي ملاحظة ريتو الدارة هذي راهي عادة هي نفس الدارة اللي بش نقربها في سنة بخوميه غاني دوزياماني تروزياماني والباكرة ومهدوما هم معنتها البازم فيزيك دارة هنالهنى عندي دارة كهربائية بالتسلسل اللي عناصر الكل المتاحة مربوطي ببعضهم شوفناه المفهوم الدارة الكهربائية بالتسلسل في سنة سابعة اساسي شو معنتها قانون الحلقات انا الهنى كدش عندي من حلقة إذا الهنى عندي حلقة واحدة بش نسميه الهنى هذي ا بي سي ودي انا عندي الحلقة ا بي سي دي ا وقت اللي نسميه الهنى اللي بديت منه نرجع له عن اسم الحلقة الهنى ا بي سي دي ا هي حلقة مغلقة به احنا شنو قلنا قلنا في معنتها قانون الحلقات شنو يعطيني انه التوتر بين نقطتين في جزء من دارة كهربائية يساوي مجموعة توترات بين مربطي الاجهزة المركبة على التوالي بين هاتين النقطتين نقرأ حسوه صعيب ما بش نحاول انتبقوه لهنى احنا قلنا انه التيار الكهربائي الهنى اللي معنتها التيار الكهربائي كيفاش يكون موجود والتوتر كيفاش يكون موجود بطبيعة انا في البطارية متاعي عندي هذا الموجب وهذا السيل دونك الاي تخرج من هنا شوفناها في سنة سبعة سي سي دونك بطبيعة تخرج من الموجب ترجع للسيل بالنسبة للبطارية الاي والاو ماشي في نفس الاتجاه بش نسميها او 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 بي بش نسميها او او بي النقطة اللي ماشيتها يسميها من اللون بالنسبة لل اللي معنتها بالنسبة للأجهزة المقاومة والمصباح والمحرك اللي هما الهنى سوصون دي ريسيبتور بالعربية المتقبلة تشوفناها مزادة في السنة سبعة سيسي بطبيعة للتوتر متاح بيش يكون عكس ال اي دونك الهنى عندي بش نسمي نقطة هذية اف بش نسمي نقطة هذية جي دونك الهنى عندي او دي اف والا الهنى في في المصباح عندي او اف جي والهنى عنا او جي سي والا دونك قانون الحلقات شنو يقولي انا ما نجي بنحط قانون الحلقات الا ما نعمل انسانس معنتها بش نعمل الهنى ولا دونك بش ناخو انا هذي هو الاتجاه متاعي بش نختم بي هذي هو بلوس بش نسميه موش بساهل رأي الحكاية دونك حاولوا تتبعوني تو تفهموا ريتو للسهم داية التوتر اللي ماشي مع السهم بش نعطيه معه والتوتر اللي ماشي عكس السهم بش نعطيه اللا انا السهم شوف كيفاش ماشي التوتر هذا هل انه ماشي مع السهم ولا ضد السهم اخذوا للسهم هكاية والتوتر هذي ماشي مع السهم اذا اللي هنا مع او او بي التوتر هذا شوفوا السهم اللي هنا كنقربوا لهنا السهم او كنجيبوا لهنا نفس الاتجاه هذا هو السهم متاعي وهذا كيفش يكونه ماشي نعكس بعض دونك او دا اف الا او دا اف هذي كيف كيف الا او اف جي الا او جي سي دونك هذا هو قانون الحلقات هذي يقوله يساوي السفر او كي فلا دونك هذا هو قانون حلقات متاعي اشنه الغاية منه في تمرين معين يبدأ عاتيني مثلا او دا اف وال او جي سي وال او 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 بي ويطلب مني اني نحسب ال او اف جي ما عندها مجهول دونك قانون الحلقات يعاوني برشا بش نحسب المجهول متاعي او كي دونك هذا شنو ما عندها هو قانون الحلقات نتعدل القانون الموالي واللي هو قانون العقد دونك زاده هو قانون مهم برشا في الفيزيك انا ما نحكي على قانون العقد كان في حالة انه يبدأ عندي دارة بالتفرع مش بالتسلسل هنا تبدأ عندي دارة بتاعي بالتفرع شو ما عندها بالتفرع معانتها الهنا بطبيعة الدارة الكهربائية تنرجم تكون بالتسلسل في ما وريدكم هنا العناصر يبدو مستلسلين و الا بالتفرع معانت عندي عقدة مش تتفرع عليها الهنا تيارات مش معانت عندي عقدة اخرى هنا دون انا وريكم المثال لدارة الكهربائية بالتفرع مش نأخو الدارة الكهربائية دونك عندي لهنا المولد متاعي هذا الموجب هذا السابع عندي لهنا المصباح عندي المقاومة وعندي المحرك بايه دمس الدارة اللي فتت مش نضيف لهنا مقاومة اخرى دونك هذي مقاومة واحد هذي مقاومة اثنين هذي دارة بالتفرع شوف شو عندي انا لهنا عندي حلقة وعندي اثنين دونك هذي ا ا بي سي د ا ا ا اف دونك عندي يزوز حلقات لهنا عدد الحلقات عندي بانة ثلاثة عندي الحلقة الكبيرة بالكل وعندي جزوز الصغار لنا هذي هما الحلقة الليلانية ا b c d a الحلقة ثانية b e f c b b e f c b والحلقة الثالثة اللي هي a e f d a والا دونك ليه الحلقة الكبيرة بالكون به شو يقولي قانون العقد قانون العقد عندي العقدة ب وعندي العقدة السي العقدة ب سي ردبان قانون العقدة يقولي انه التيار الداخل للعقدة يسوي مجموعة التيارات الخارجة من هذه العقدة انا بتبع نعرف انه يخرج من هنا بشي جيني الهنا بش توصل للعقدة سي و بشتتفرع بشي جيني الهنا اي واحد والهنا اي اثنين والا امشي بشو صلو العقدة بي بشي عاودوا يتجمعوا بش ترجع اي لان هنا في العقدة سي شنو عندي لحظوا السهم هدا اي هايكا نجم انا العقدة سي نمثل هيكم لانه هذي العقدة سي عندي هذي اي عندي هذي اثنين وعندي هذي اي واحد مجموعة الداخلين يساوي مجموعة الخارجين انا شنو اللي ماشي للعقدة عندي اي كهو اي يساوي مجموعة اللي خارجين هي اي واحد مع اي اثنين بالنسبة للعقدة سي العقدة بي عفوا نجم المثل هيكم لانه هذي بي عندي هذي اي واحد خطر لانه نفس اي ماشي وعندي هذي اي ثنين هذي العقدة بي وعندي هذي اي انهم اللي ماشيين للعقدة بي هما اي واحد مع اي ثنين يساوي يساوي اي اي صحيح نفس المعادلات اوكي هذا هو مفهوم العقدة اذا هذا هو الملخص اللي بير فايدة بيش نخدميكم مجموعة من التمارينات اللي بيش تفهموا بها الجزء هذي و بيش نحاول اركز عليه برشا لخاطر جزء مهم برشا ونعرف انه لهنا يرى تليم ده في السنوات القادمة في التعليم الثانوي ديما عندهم صعوبة في قانون الحلقات وقانون العقاد اللي هو ساهل ولكن مفهموش من التعليم الاساسي دوق باتيك بشعبوا صعوبة عليك علش انا بش ركز فيه و بيش نوريكم نقاط الضعف فين بيش نحاول ونصلحوها مبعثنا خطر نعرف ان التلميذ فين يغلط وفين ما عندها يلقى صعوبة في التعامل مع هذين القانون القانون الحلقات وقانون العقاد